قال فلقيهما ملك أي لقي الملكين بمع ابن عمر ملك ثالث فقال لي لم ترى وهذه بشارة عظيمة أن يقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كانوا يقال لا تخف وكأن الله تبارك وتعالى سلمه من النار وهذا والله هو الفوز العظيم نسأل الله جل وعنى جنة وإياك من الفائزين ولذلك قال لم ترى بشرا لعبد الله بن عمر رضي الله عنه لكن ما اتكل على العمل لأن هذه البشرة إن كانت من الله فإنها مشروطة بالاستمرار عن العمل الصالح وإن كانت من الشيطان فيخشى العبد أن يكون هذا استدراجه من الشيطان وهذا أيضا من آداب الرؤية أيها الأحبة الإنسان لو رأيت رؤية صالحة لك في عمل ما أو رؤية فيك رؤية صالحة فلا تغتر فإنك قد لا تأخذ إما تكون من الشيطان فهو استدراج يستدرك الشيطان لتصيب بالعج والغرور فتتكاسع عن العمل وإن كانت من الله تبارك وتعالى فهي ليست صك بالبراءة والنجاة هي مشروطة بالاستمرار على ما أنت عليه ولذلك لماذا أبو بكر يخاف من النار ويبكي لماذا عمر في الاحتضار يقول يا ليت أم عمر لم ترد عمر يا ليت أن خرجت من هذا الأمر كفافا لا لي ولا علي ألم يبشر أبو بكر بالجنة ألم يبشر عمر في الجنة لماذا هؤلاء العشر مبشرين بالجنة وهم على الأرض ويخافون والجواب على هذا أن هذه البشارة مشروطة بالاستمرار وأن هذه البشارة إنما هي بشارة بالموت على التوحيد لا بالسلامة من النار ولذلك هم خافوا على أنفسهم من هذا